طيب نطمنكم على موقف المصابين في النادي الأهل أطمنكم بداية إن شاء الله بإذن الله طبعا أكرم توفيق عمار ميكسوني دول بعاد يعني دول مش في الحسابات أنا بتكلم على مباراة الوداد بتكلم على مطش اللي هيتلعب كمان الأسبوع اللي جاي اللي إن شاء الله بإذن الله هبوا جاهزين ويخشوا في تمرينة الأهلي أول ما أرجع الفريق يتمرر مرة تانية هم عمر السولية وقاليو ديانج وحمدي فتحي ودول في حد ذاتهم طبعا التلاتة الحقيقة أوراق مهمة جدا 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 وعصب خط النص سواء مستر المسلمان يقرر يلعب المطش بالتلاتة أو يلعب أو يختار اتنين بينهم ياسر إبراهيم بيجري عملية التأهيل فإن شاء الله بإذن الله قريب جدا جدا من المشاركة اللي ممكن يبقى فيه شك اللي ممكن يبقى فيه لقدر الله يعني حسب كلام دكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطب في الفريق اللي ممكن يبقى يعني الأمور مش واضحة بالنسبة لي شوي هو محمد عبد المنعم بدر بنون برضو بنسبة كبيرة جدا برا الحسابات يعني هو الحمد لله أطمنكم عليه جاهز وهيدخل يتمرر مع الفريق بشكل كامل يمكن أسبوع عشر تيام لكن الحمد لله تعافى من الأزمة الصحية التي تعرض لها لكن بعيد طب برضو بعيدا عن الحسابات الخاصة بمباراة الدولي الأبطال عبد المنعم هو اللي لسه يمكن يكون عليه كلام ممكن بيشتكي من ألم في العضلة الضمة والجهاز الطبي يتمنى أنه يلحق يأهله ويجهزه قبل مطش الوداد وهو بيشتغل دلوقتي على جلسات علاقة طبيعية يعني إطار برنامج تأهيلي محتوط له عشان يكون جاهز لو لحق إن شاء الله بإذن الله ويكون متواجد وعبد المنعم أعتقد برضو يعني أثبت آه يعني ممشيش مع أنا مشوار كبير لكن لعبتي إيه لتقدر تطمن وهو موجود في خط الدفاع نفس الأمر ينطبق على ياسر ربيع بالمناسبة مبارح ربيع لعب مبارك كويس قوي مبارح شوفوا الرجل كان عليه كلام كتير جدا وعليه يعني انتقادات وكلام الناس بتتكلم على إنه رامي فرصته في المشاركة ضعيفة لكن الحقيقة الولد لما جات له الفرصة مبارح قدم جيم على أعلى مستوى وكأنه ما كانش بعيد لفترة طويلة جدا دفاعا وهجوما وأنا قلت في رامي رائف رامي من زمان رامي لعيب كورة كويس والعيب المدافع اللي يكون عنده كورة شوية في مصر عندنا هنا عملة ندرة ورامي من الناس دي فلو اشتغل وحافظ على المستوى اللي قدمه مبارح وربنا يعني يحفظه من شر الإصابات أعتقد رامي برضو ممكن يكون ورقة مهمة جدا مع رجوع أيمن أشرف وإن شاء الله ياسر بإذن الله يكون جاهز فإن شاء الله إلى حد كبير ما تقلقوش الغيابات اللي احنا عنينا منها في الدوري مش هنعاني منها في المباراة بتاعة دوري الانهائي دوري الأبطال وعلى فكرة يعنينا يعني وإحنا ما روحناش كاسر العالم نقصين فرقة كاملة يعني هو ده مش أمر مش جديد علينا وإن شاء الله بإذن الله الحداشر يكون قد المسؤولية وأنا عندي إحساس ويقيم بإذن الله أن نجومنا قادرة ترجع من المغرب بلقب دوري الأبطال خلينا رجال